السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك خيديو مصطفى يا مرحبا الله يطول عمرك مولي بارك الله وفيك أخي أعزك الله أعزك الله مولي الله يطول عمرك السلام عليكم ورحمة الله دعوا ما يقولوا امين الله يحفظكم ونجيكم. يا رحمن يا رحيم يا رب. يا الله حيك الله. بارك الله فيك. سلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخونا سيمسطف اذكرنا بكلمة امين. ما معنى امين? امين معناها استجب. وكلمة امين رهي عند المسلمين وعند اليهود وعند النصارى. اليهود لما يدعون دعاءهم يقولون امين. وكذلك النصارى. اذا دعوا دعواتهم ربنا ارزقنا خبزنا واحفظنا من الشرير. امين. كل الاديان يقولون امين. ما معنى امين? يعني اللهم استجب. وفي الحديث من وافق تأمينه تأمين الملائكة. غفر له ما تقدم منا به. لقى الامين والملائكة تيكت امن خصوصا لما نكون في الصلاة ونقرأ الفاتحة. ونقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الى قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. لك سعى الملكة مع هذا الكلام تقول امين. قال صلى الله عليه وسلم من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني لما كتكون واحد دعوة. والملائكة في السماء تؤمن. احنا احنا بشافق الارض نؤمن. ولكن ربنا عز وجل اعد وخلق ملائكة دورانيين في السماء في كل مكان. الى سمع اي دعاء في اسم الله. كتقول الملائكة امين. واحنا نقول امين كذلك. ووافق تأمين الملائكة غفر الله لنا ما تقدم من ذنوبنا. ودنوبنا كثيرا. كل واحد فينا يقف مع نفسه. يقول دنوب لدر تفحياتي. غدلقها كثيرا. لكن الله تعالى وعد بانه يغفرها مجرد انك عقب كل دعاء تقول امين خصوصا اذا وافق تأمين الملائكة. اخي مصطفى اسأل الله سبحانه وتعالى ان يفرج همك وهم اخوتك. ارى الهم خياء كل واحد له نصيبه. وهد الهم ربك يعطيش لأي كان. راك يعطي لمن احبه. اذا احب الله عبدا نال منه. نال منه. فيعطيه همما لكي يطلب فرجة. الى كان عندك كل شيء مزيان. ما غطلبش الله تعالى. الى عندك كل شيء زين. كل شيء بخير. كل شيء مرتاح. ما غطلبش الله. ولكن لما تكون مريض وسقيم وضعيفة. تقول يا الله يا الله. وكلما كنت متأزم. تئنه. تئنه. تقول يا رحمن يا رحيم. انا ذكر ابن عز وجل يحب ان يسمع صوتك. ويباهي بك الملائكة. ويقول من اعلى السماء. يا ملائكة انظروا الى عمدي فلان. انظروا الى امتي فلانة. انه يدعوني. وانه يلهج بحمدي. ولم يردي. لم يردي. هو سمع بي وامد بي ولم يردي. فكيف اذا رأاني. ملائكة تتعجب. تقول يا ربي لو رأوك. لكان لك اشد ذكرى. فيقول الله تعالى يا ملائكتي. اشهدوا اني قد غفرت لهم. واسمغت عليهم رضاهي. را كرامات كننخضوها الاحباب. را كل مرة الحمد لله لذا استعلينا را ربح. انا ما كاش الخسارة. اللي اخليتها وانتفعت بها الله يربح. واللي ضعت لك. وعانت منها ربخزونة. وانه رغت تاخدها. غتفرح. غتلقها مثل جبال مكة وتهلم من الحسنات. اسأل الله الكريم. المتعالي اخينا مصطفى. ان يفرج همك وهم اخوتك. وان يشافيكم ويعافيكم ويدويكم. واسأل الله ان يرحم الوالدين. وان يسكنهم فسيح الجنات. وان يجعلهم في اعلى عليين. مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن اولئك رفيقا. وان يرحم جميع المؤمنين والمؤمنات. قولوا معنا جميعا امين. امين امين يا ربي يا كريم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تشجيعا لنا لنستمر بنشر للمزيد ان شاء الله. ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة